السلام عليكم ورحمة الله. انا اتكلم ان شاء الله اه في الفيديو ده عن اه مهم جدا ومشهور اه اسمه تمام الجدري المائي او الاسم التاني بتاعه نسبة للفيروس اللي بيعمل ايه المرض ده وهو اسمه تمام طيب اه وهو واحد من عيلة هو ميلد وفي نفس الوقت سيل في ليمتنج ايه اه فارل انفكشن اللي ان فيه اطفال فيه طفل بيبقى فقري يعني فقري هو المرض سيل في ليمتنج وميلد ممكن الطفل معين يخش في اه كومبليكيشنز اه زي الفيرل نيمونيا زي الانكفالايتس تمام زي السكندر بكتيري اللي ممكن تحصل معها اللي هنقول عليها ان شاء الله تمام طيب في معلومة بتقول ان ممكن طفل يعدي اطفال كتير خالص وهو مش معروف ان هو عنده زي يوم او يومين قبل ظهور الراش مش معروف ان الطفل ده عنده فممكن يعدي كل اللي حواليه من الاطفال تمام فبالتالي اي طفل قبل لمحلة قبل سن ممكن هو معرض اكتر ان هو يصاب تمام طيب وفي معلومة برضو ان بيكسب الجسم بس في نفس الوقت لوحظوا ان في اطفال بدأ يحصل لهم تمام وده لو الطفل خلاص طيب تعالى نشوف بقى ايه التنفسي عن طريق وبيحصل هناك حاجة اسمها تمام بيبدأ الفيروس يسبريد لللي حوالين المنطقة دي تمام ويحصل حاجة اسمها من يوم هناك من يومين الاربعة ايام بيحصل عملية الايه الريبليكيشن دي بعد كده الفيروس دواتي بعد ما يحصل يقعد اربعة لست ايام بعد الاربعة لست ايام دي يبدأ يحصل المين بقى الريتكيلو اندوثيليال سيلز في الليفر والسبلين وتحصل حاجة اسمها وهي خروج الفيروس من ايه من الليمف بعد التكاثر يروح في الليفر والسبلين تمام هيقعد هناك فترة اسبوع ماشي وتحصل حاجة انا اسمها سكاندري فيوريميا خروج الفيروس ويروح اتاك مين بقى الفيسرة والسكن لما يروح يهاجم للسكن يعمل لحاجة اسمها بتاعة وهي مين الكاركترستي كريش خلاص طيب يروح للفسرة زي الليفر يعمل هيباطايتس يعمل يطلع فوق لي ويعمل تمام ايه او ايه ايه او ايه او ايه او او ايه او 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 راش او او ان ان خلاص حصل السكندري فيوريميا وال والفيروس موجود في دي مع يطلع ممكن يعدي في الفترة دي لسه ما ظهرش الراش يقدر الطفل ان هو يعدي اي حد حوله. خلاص? فهو بالتالي مسؤول عن ايه? مسؤول عن ايه? في معلومة تانية اخر معلومة بتقول تمام? تمام? طيب بتاعته مهمة جدا من عشرة الواحد وعشرين يوم. من عشرة لغاية تلات اسابيع. من عشرة ايام لغاية تلات اسابيع. عشرة الواحد وعشرين ايه? يوم. تمام? في الفترة دي دي فترة الحضانة اللي الطفل يقدر يعدي فيها اي حد. بنسهلها ازاي? يوم او يومين قبل ظهور الراش? لغاية خمسة لست ايام بعد ظهور الراش. طيب الخمسة لست ايام دي في اليوم السادس بتبدأ الراش تبقى يتكون عليها اشرة. زي ما هنعرف ان شاء الله بعدين ان الراش بتاعت كاركترستيك اسمها يعني كل انواع الراش في مكيول على على ممكن تبقى ممكن تبقى جوها وده وممكن يتكون جواها تمام? كل كل المراحل دي لغاية ما يتكون القشرة ودي تمام? على اليوم السادس تمام? كده الطفل مش هيبقى معدي لغيره. خلاص يبقى فترة الحضانة بتاعت من عشر الواحد وعشرين يوم بنقول ان هي يوم او يومين قبل ظهور الراش لغاية اليوم السادس بعد ظهور ايه? الراش. خلاص? طيب احنا زي ما قلنا ان ان بيكسب الجسم وبيكسبها حاجتين. تمام? انت باضي يعني. عشان كده هو بيعمل لائه اميونيتي. اه ان بي برضو اللي احنا قلناها من من شوية كان اوكير في الاطفال اللي جاء لهم قبل كده تمام? ان ان في الاطفال اللي هما جهاز المناعة بتاحهم كويس. طيب ازاي بينتقل بحاجتين مهمين جدا زي اي آآ آآ رسبراتوري انفكشن بالرسبراتوري دروبليتز تمام? آآ دروبليتز دي تطلع في تتطير في الجو لما الطفل يسنيز تمام? آآ دي بتحتوي على الفيروس. ويروح يصيب طفل تاني ويخش بنفس الايه? السايكل. الحاجة التانية مع الايه? مع الليجن. اني قلنا احنا كل الليجنز بتاعت آآ آآ ما عادة الكراست. خلاص? طيب. ايه بقى? مهمين جدا نعرفهم. اول حاجة الفيفر. تمام? دي بتسبق ظهور الراش. بيوم او يومين. خلاص? وممكن تبقى بس الاشياء ان هي ايه? رقم اتنين البليومورفيك راش. ودي كاركتوريستيك لمن? يوجوالي بتبدأ فين? في الهيد والفيس بالاخص والترانك. دولة اول مكانين بتظهر فيهم الايه? الراش. الفيس وايه? والترانك. تمام? آآ صدر الطفل ظهره وهكزا. ماشي? طيب. بعد كده علشان لما نيجي نسأل الام اول ما ظهرت الراش دي ظهرت فين? في الوش? في ظهره? كده. تمام? بعد كده ايه? خدت ايه? باقي الجسم. رقم تلاتة لقى الطفل بدأ يهرش جامد فيه? في المكان الراش دياتي. تمام? وبالتالي واحنا بنعالج نبدي حاجة تقلل وهنقول ايه يا الميجرز. رقم اربعة بما ان ده فيرل ريس باراتوري. ابل ريس باراتوري. بحيبقى معاك كورايزا. تمام? سنيزينج وراينوريا وكوف. وسورسوروت كمان. بالمناسبة لما نيجي في ممكن لما نيجي نفحص الاوروفارينيكس ممكن نلاقي الفيزيكي لزي موجودة جوه. تمام? او الراشز. كونستيوشنل سيمتم عشان اي زي اي هيدكو ماليز وايه? وانوريكسيا. اهم 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 تلات حاجات. لوجريت فيفر. بليومورفك راش والايه? والانتنس برو رايتس. دونت فورجيت تو اسك اباوت. ما تنساش تسأل الام عن التلات تلات اسئلة مهمين جدا. يعني الطفل ده كان موجود في مدرسة والمدرسة دي ظهر فيها جدري في اطفال كتير? السؤال التاني يعني اخوه كان كان من اسبوع ولا اسبوعين او من الفترة اللي فاتت كان عنده حاجة زي كده جرانه طفل وهكذا. رقم تلاتة دي مهمة جدا. طفل ملاعته ضعيفة سهل ان هو ياخد تمام? او طفل بياخد لان الستيرويد بتقلل الاميونتي. تمام? يبقى تلات حاجات ما ننساش نحن نسأل عنهم. ان بي بقى يعني الاطفال اللي هما لو خدوا اللي ممكن يحصل لهم اول حاجة ممكن يخشوا في زي الفيرل نيمونيا زي السكندر بكتيريا سوبر انفكشن زي تمام? الحاجة التانية المرتالة هيزيد. تمام? الحاجة التالتة ممكن الموضوع يطور ان هو يبقى ياخد زي ما بقولنا ياخد رقم اربعة الفيفر. المفروض ان الفيفر بتقعد لها تلات اربعة ايام بعد زور الراش وتبدأ تخف. لا هنا تاخد اكتر ايام كتير. رقم خمسة جسم كل الطفل كله راش. تمام? اعرف من هنا ان الطفل ده اشك. وممكن يحصل له هيباطيتس. مع دي كومبليكيشن برضو. طيب واحنا بنفحص الطفل بقى. احنا خدنا الهيستوري ده الهيستوري. الاجزامينيشن بقى. اهم حاجتين مهمين جدا الفيفر والايه? والراش. ايه? 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 لو الطفل ده وقت بقى ده يزود احتمالية ان الطفل ده ممكن يبقى تمام? او حصل بكتيريال سوبر انفكشن. نشك بقى. طيب الفيفر بقى تمام? بس ممكن تبقى هاي. ما فيش مشكلة. بعد اربعة ايام. ان شاء الله. لو كانت بقى اشك ان الطفل ده واته ياما حصل ياما ان الطفل ده. الراش مهمة جدا نركز عليها. اول حاجة الراش بتظهر في في مجموعات يعني اتنين تلاتة في المنطقة دي اتنين تلاتة بعدهم في المنطقة دي. لغاية ما يسبريد. رقم اتنين في الفيس والترانك ما ننساش المعلومة دي. رقم تلاتة ان الراش اصلا. يعني كانت ايه? مكيول فلات بعدين بعدين بقى فيها آآ بعد كده بقى بقى بعد كده حصل بقى بقى اخر حاجة تتكون اشرة على الايه? طيب ما قبل كل المراحل دي اليوم السادس من ظهور الراش. ده مهم جدا واسأل عليه الام. الظهرت امتى? تمام? طيب. لما هلاقي ده بدأ ان هو يطول تمام? او دي من فورة تحصل على اليوم السادس اتأخرت بتاعها اتأخر اشك ان الطفل عنده تمام? دايما المعلومات اللي زي كده مهمة. تخليك تشك وتدور على السبب وتوصل بسرعة للحل للمشكلة. رقم اربعة الراش زي ما احنا قلنا. تمام? في بتظهر فيها قبل الايه? اللي هي اصلا رلاتيف لايه? ممكن نحصل شوية ليها. ممكن ما نلاقيش آآ آآ راشس كتيرة او ممكن ما نلاقيش في ايه? بس نلاقيه في القبر. رقم خمسة المعلومة الخمسة في الراش وانا بفحص. خمس معلومات عن الراش مهمين جدا. ادي شكل الراش ما بين ما ما بين آآ مكيول وفيزيكل وباستيول وبابيول. ده شكل الراش تاني هنا شايفين طبعا ايه? ظهرة ايه? في الترانك وفي الفيس. نفس الفكرة. في الباك. تمام? ده بقى وشه والترانك كله. نفس الفكرة. تمام? نفس الفكرة برضو. اهو. الفيس والترانك. يبقى سيمتوم زي ما احنا تكلمنا الراش وفيفر والايه? والكورنستيشن يسمى زي الهديك والابر سيمتوم زي الكوف. تمام? ايه هي بتاعة مهمة جدا? اول الحاجة نيمونيا. تمام? ودي الموست سيريس كومبليكيشن ايه هي الفيرل نيمونيا? وممكن تؤدي الى الوفاة. شكرا. يبقى الفيرل نيمونيا دي الموست سيريس كومبليكيشن. رقم اتنين سكندر باكتيريال انفيكشن. في الراش نفسها. تمام? والموست كومان انفيكشوز ايجنت الجروب ايه ستريبت. اللي ممكن تعمل فاشيائتس وممكن تدخل الطفل في حاجة اسمها توكسيك شوكسندرون. رقم اتنين اللي ستاف اورياس. علشان كده لما نيجي نوصف انتيبيوتك نبقى مخمنين ايه هي البكتيريا اللي اعملت الانفيكشن ده. ونديها تمام? طيب رقم تلاتة ودي مهمة شوية. طفل جاله وراش بعد اسبوعين لتلات آآ اسابيع من حدوث الفيرسيلا او تمام? بدأ الطفل يخش في ايه بقى? ممكن او مش قادر يوقف مرة واحدة صادن مش قادر يوقف او ايه او يمشي. تمام? يبقى هي لها صادن انست. تمام? وبعد اسبوعين لتلات اسابيع ما كان الطفل عنده فارسيلا. تمام? طفل بدأ يخش في مش قادر ان هو ينصب نفسه. تمام? لغاية ما يخش في مش قادر يمشي اصلا ولا قادر يوقف. وعنده عدم ايه? اه التوازن او التناسق في في العضلات كسمه. تمام? مفاصله عنده تمام? طيب اه الاحساس بتاعه يعني مش متأثر. كل ده الحاجات دي اسمها اكيوت بوست انفيكشوس سريبيلر اتاجزيا. اكيوت بوست انفيكشوس سريبيلر اتاجزيا. طول ما هو مفيش كو اردنيشن. تمام? المشكلة فين? في السريبيلر بدأ يحصل سريبيلر اتاجزيا. تمام? وسببها بوست انفيكشوس لمين لفارسيلا. دي الموست كومان نيرولوجيكال كومبليكيشن. تمام? بتحصل صادن بعد اسبوعين لتلاتة من حدوث الفارسيلا. تمام? ما بين ميلد انستيدنس تو كومبليت ان ابيلتي تووك او ستاند وان كوردينيشن ديس ارسوريا. وبتبقى في اعلى زرويتها عند الانست. وقت ما بتحصل. طيب اللي اهم ما يميزها ان تمام? يبقى ماشي? ممكن تستمر للشهرين والبروبنوزز بتاعها جود. ماشي? رقم اتنين في النيرولوجيكال كومبليكيشن ايه? 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 طفل بدأ يخش في ايه? او اولترد ايه? اه منتل استيتس. بيجي بليسورج بقى ممكن يخش في كومبالجن اب تو ديب كوما. تمام? ممكن يخش في لو استخدمنا ازبرين. عموما قاعدة اي فيرال انفكشن. لما نجي نستخدم انتباريتك نستخدم اونلي الاسيتامينوفين او هو باراسيتامول. سيف جدا. تمام? طيب. اه رقم اربعة في كومبليكيشن. الطفل يخش في هيربيز زو ستار. ده سكندر ايه ايه? اه او تمام? بتبقى الراش اللي بتظهر يوني لاترال وفيزيكي للراش. لواحد لتلاتة درماتوم. والراش دياتي. تمام? ده بنسميه الحزام الناري. اه رقم خمسة. واجدوا في خمسة في المية من حالات اللي اللي اتعرض او اللي جاء لها آآ جاء لهم وفي بعد كده فيه كومبليكيشن زي وحاجات تانية رير شوية. تمام? طيب بالدياجنوزيس طب نعمل لاب تمنا نسحب سي بسي طب مش عارف نشوف الفيروس فين الكلام ده كله اركنوا على جنب. تمام? وان مش مهمة. تمام? بس برضو بيقرأ كان الميتسكيب قيل ان لما آآ صورت الدم في اول ايام اللي بنلاقي الاطفال عندهم ليكوبينيا وفي اخر ايام ليكوسيتوزيس. ما علينا. ممكن نسحب ايه ونلاقيه عالي لو حصل هباطايتس. تمام? آآ طيب تريت مينت بقى نعالج ازاي? هنعالج ايه اللي عند الطفل? الطفل عنده راش وعملاله بتخليه يهرش جامد. فلازم نحن نعمل للايتشينج ده. بايه بقى نخلي الطفل نخلي الام تحمي الطفل ايه باستمرار? الحاجة التانية الطفل بيهرش? اي شخص في الدنيا بيهرش او عنده حسية نقص دوافره. علشان ما يعورش نفسه ويحصل سكندرينفكشن. فاحنا تمام? الحاجة التالتة ندي اورال انتي هستامينك. تمام? والميدسكيب قيل برضو ان اللي هم ان بتاعهم يعني عن السيداتينج تمام? فان اختار له حاجة انتي هستامينك ايه? تكون سيداتينج. ماشي? طيب. آآ ندي نحط الكلامين للوشن ولا لا? قيل ان الكلامين اصلا بيخلي المنطقة دي دراي وممكن يزود فايه? مش محبز ان احنا بس فيه ناس كتب بيستخدمه. تمام? ممكن نحط حاجة اسمها اللي هو حاجة يعني. او على ايه? على اماكن الراشز دي. ماشي? طيب يب احنا هنا رقم اتنين نعالج الفيفر اللي موجودة. قلنا وخلاص حلها من زمان واحنا عرفناها وقاعدة في دماغنا. دونت يوز انتي باريتك اكسبت باراستامول. ليه? علشان آآ بتدخل الطفل في فري سندروم. فبلاش? رقم تلاتة بقى هندي وهنا ييجي الحديث عن مين? الاسايكلوفير. هو في خلال اربعة واشرين ساعة بعد ما ظهرت الراحة. اول ما تظهر الراحة في خلال اربعة واشرين ساعة نكون مدخلين للطفل ايه? اصايكلوفير. تمام? امتى قد الطفل ايه? اصايكلوفير. لما يكون الطفل اميون كومبرومايزد. او لما يكون الطفل هيلسي. تمام? بس حصل له فيرسيل لانيمونيا او انكفالايتس. ندخل للطفل ايه? ايه? ايه اصايكلوفير. الاسايكلوفير بيينهيبت الفيرل ايه ريبليكيشن عن طرين هو بيقل بيعمل انهيبشن او بيصبط الهيربس فيروس دي ايه بوليميريز. وبالتالي بيينهي عملية الريبليكيشن. فالنمبر اوف ليجان يقل. فالديوريشن اوف فيفر تقل. دي اهمية وفايلة الاسايكلوفير. تمام? برضو هنستخدمه في الكمبليكيشن زي ما قلنا في حالة الانكفالايتس في الليمونيا. موجود في السوق بسم. زوفراكس. اه سيرب. اه تركيزه ربعمائة ميلي جرام في الخمسة ميلي. اه الدوز بتاعته عشرين ميلي جرام بير كي جي بير دوز. يتاخد اورالي كل ستة ساعات اربع مرات في اليوم لمدة خمس تيام. تمام? الجرعة دي موثقة من ميديسكيب. اه طيب الامة تسأل برضو سؤال المشهور جدا في اي مهارة في الدنيا للطفل ياكل ايه ما يقولش ايه يشرب ايه ما يشربش ايه. full unrestricted diet. ياكل اللي هو عايزه. بس في اطفال بسبب الانفكشن بيبقى عندهم فاللي نهتم بيه اكتر هي ستة شربة بيه سوايل كتير. ليه بقى? لازم لمنتين هايدريشن. علشان الاسايكلوفير ممكن يعمل يحصل في الاطفال اللي هما دي فلازم يشرب سوايل كتير عشان ايه عملية دي. طيب اه بتاعته يتحرك زي ما هو عايز يلعب ويجري ويطلع ويخرج? لا امريكان اكاديمي قالت اه اكسكلودينج ما ينفعش ان تجمعات يا اخوانا ما ينفعش ان هما يروحوا الطفل بقى موجود فيها. زي المدرسة. لغاية اليوم السادس من ظهور الراش وهي مرحلة يقدر الطفل بقى يطلع وييه? ويختلط بالناس. ممنوع اختلط الطفل بالنان اه اميون لان ممكن يحصل لها اه ويتأثر ايه للطفل وممكن يتولد وهو عنده تمام? او الناس وممنوع ان هو يختلط بحد بياغد اه او استيرويد دي الايه بقى? دي يبقى لازم نعمل لغاية اليوم السادس من ظهور الراش. طيب لي اسمه تمام? اه ما بين الاتناشر شهر لغاية سن اتناشر سنة. الامريكان اكاد موبادياتريك ده. اول دوز على سن من اه من اتناشر لخماشر شهر. عالسنة الاولى يعني. بعد اربعة لست سنين من العمر. تمام? يبقى دولة بتوع مين? الفاريسيلا فيروس فاكسين وده ليف اتنيويتت فاكسين. تمام? ده الاسايكروفير الزوفراكس. الالرجيل اللي هو انتيستامينيك. سيروب سيداتينج. سيتال ده البرزستامول ده الانتيبوريتك. ده حاجة اسمها كير بواي كير موجودة في السوق. تمام? يستخدم علشان ده الفاري فاكس. ده طبعا شبحة ده. بيدين كل مكان اه مكان الايه الراشز اللي طالعه. تمام? كده خلصنا مين? الشيكين بوكس. شكرا.